السلام عليكم وأهلا بكم في قناة كراشي كافي النهاردة هنتعلم نعمل التصميم الأشهر في سلابر سلتريكو التصميم ده بيزيك أساسي شيك جدا بينفع رجالي ونسائي للأطفال وكل حاجة وتقدر تستخدمي فيه أي خيوط عندك المقاس اللي هنشوفه في الفيديو للكبار من مقاس قدم 37 لحد 39 وهو اوضح لكم فكرته بحيث تقدروا تعملوه بأي مقاس لأي شخص وعلى فكرة نفس التصميم ده أنا قدمته قبل كده بالكراشي وحاسب لكم اللينك فيه صندوق الوصف وأول تعليق وحيظهر على الشاشة في نهاية الفيديو ده لو بتتابعيني لأول مرة وعاوزت تتعلمي تريكو حاسب لك في أول تعليق مثبت لستة بخمس دروس أساسية لتعليم التريكو لو اتدربتي عليهم كويس هيبقوا كافين جدا عشان تطبقي معي السليبر بنجاح تاخد بواققه وتعندي اللون الكاشمير من إليز لانا جولد ومعاه لون كافية على جريه من هي ملايا السوبر سوفت اللي هو البكرة 200 جرام طبعا الاتنين مختلفين بس السمك بتاعهم قريبا بعض فمهم لو هتستخدمي برضو بواقي فيكونوا قريبين من نفس السمك برضو بالنسبة للخوط دي فتلتها تعتبر أدخل شوية من الوسط فلو انت عاوزة تطبقي معي نفس مقاس الفيديو ممكن تشتغلي بالخوط الوسط العادية بس هتشتغلي على فتلتين دابل وهقولك برضو في الشرح تعملي إيه لو عاوزة تشتغلي على فتلة واحدة مقاس إبر التريكو هنشتغل بإبراء 5 ملي ولو انت عندك مقاس 3.5 أو 4 أو 4.5 اشتغلي بيها مفيش مشكلة كمية الخيط اللي هنحتاجها سواء هتشتغلي بلون واحد أو هتعملي بواقي خوط عندك فإجمالي كمية الخيط لعمل سليبر للكبار هنحتاج حوالي 150 جرام نبدأ شغلنا بعمل 46 حلقات والحيشكله القف أو رقبة السليبر والعدد ده كافي بشكل عام لأي مقاس فوق سن 10 سنين لأنه هنشتغل بغرزة البلسيه هتبقى زي الأستيك فبتاخد شكل وحجم معصم القدم في حالة لو بتشتغلي بخيط أرفع على فتلة واحدة وإبر مقاس أصغر أو حتى بتشتغلي بنفس سمك الخيط بس معصم القدم مليان عن المعداد أو بتعملي مقاس رجالي مثلا فحتزاودي في الحلقات هتخليهم 50 أو 52 حلقة والعكس لو معصم القدم رفاية هتقللي في عدد الحلقات ممكن يبقى 42 أو 40 حلقة أو ممكن تقيسي دوران معصم القدم وتعملي الحلقات على قد المقاس بالسانتي بس بشكل عام أنا بنصح لو أنت مبتدئة اشتغلي معايا في الفيديو بنفس الأعداد لحد ما تتمراني كويس على التصميم بعد كده غيري في المقاس زي ما أنت عاوزة نبدأ بعمل غرزة الربنج أو البلسين ممكن أنت تعمليها واحدة واحدة ممكن تعمليها اتنين واثنين على حسب الشكل اللي بيعجبك وطبعا أنا شرحت الطرقتين بالتفصيل في فيديوهات المبتدئين فأنا حبدأ بعمل غرزة الربنج واحدة واحدة هنا دي عندي أول غرزة أو أول حلقة بنسحبها مش بنشتغل فيها بنسحبها وبنعتبرها معايا أول غرزة عدلة أو أنها تستج اللي بعدها هتبقى بيرل فحلف الخيط وهشتغل غرزة مقلوبة في الحلقة اللي بعدها فأنا هنا بدأت بنات اعتبرت أن الغرزة دي نات اللي بعدها بيرل وهكرر اللي بعدها هتبقى ناتستج غرزة عدلة واللي بعدها غرزة مقلوبة على نهاية السطر آخر حاجة هنا عندي غرزة بيرل غرزة مقلوبة فالغرزة اللي بعدها هتبقى نات غرزة عدلة وآخر حلقة عندي هتبقى بيرل فلازم السطر حينتهي عندي بآخر حلقة هتبقى غرزة بيرل بعد كده هرجع تاني أكرر بالزبط نفس الخطوات وحبدأ في السطر الثاني كل شغلنا في غرزة البلسي هيبقى نفس الخطوات بالزبط نفس تكرار السطر الأول بالزبط هسحب أول غرزة هاعتبرها نهي دي ناتستج طبعا هشبدو الخيط عشان أثبتها والغرزة اللي بعدها هتبقى بيرل خلصت ستستر بغرزة البلسي من اللون ده ودلوقتي عاوزة أغير اللون وطبعا تنصيق وتغيير الألوان ده على حسب زوقك ممكن تعملي القف كله بلون واحد تغيير الألوان كل سطرين كل أربعة براحتك زي ما انت عاوزة فأنا هنا خلصت خلصت السطر السادس باللون ده وحبدأ أنقل على السطر اللي بعده باللون الجديد فعشان أغير اللون بعمل بس كده عقدة بالشكل ده كده وبنقلها على قدية الشمال وبرضو بشتغل بالزبط بنفس الخطوات بمر من هنا بالإبرة برضو مش بشتغل في الحلقة لا بمر بالإبرة وبسحب اللون الجديد وبخرج به من على الإبرة بالشكل ده كده وخلص بخرج بالحلقة يعني برضو بعمل سلابستاتش مش بشتغل غرزة ولا أي حاجة بس بسحب الحلقة الجديدة وبعدين هنا طبعا حلاقي الحلقات كلها وسعت معي فببدأ إنه أشد الخيط عشان أدايا الحلقات الثاني ولو أنا عاوزة ممكن إنه بعقد الأطراف مع بعضها هنا ده طرف الخيط اللي أنا وصلته بعقده مع طرف الخيط اللي قبل كده كده خلاص بقى عندي حلقة بلون جديد دي هنا غرزة نات غرزة عدلة فاللي بعدها هتبقى بيرل وحشتغل سطرين كمان باللون الكاشمير وزي ما اضع السطر التاني باللون الكاشمير وهنا في نعاية السطر التاني هرجع عن التاني على اللون الكافي وهنا طبعا خلاص قردي الخيط موجود عندي فممكن إنه أبدأ السطر بغرزة عدلة وألف الخيط الجديد وأكمل الغرزة بنفس الخطوات المعتادة وممكن برضو إنه أفضل أشتغل سلاب ستتش وماشتغلش غرزة وحافظ على أطراف الشور فببدأ إنه أجيب اللون التاني هنا بيبقى ناحية إدية الشمال زي بالظبط ما بنشتغل في الكراشي وبمر من هنا في الحلقة وبسحب اللون الجديد بالشكل ده كده بالظبط بلقطه زي إبرة الكراشي هنا خلاص الخيط تنقل على الإبرة اليمين ببدأ إنه أشد الحلقات برضو كويس عشان أديق الشغل وأكمل شغلي عادي باللون الجديد خلصت عشرين سطر بغرزة البلسيل لرقبة البود بنسبة للطول بالسانتي فطول الجزء ده تسعة سانتي بنسبة لترتيب الألوان زي ما هنا بدأنا فيه عندي ست سطور باللون الكافي بعدها اتنين كاشمير اربع كافي اتنين كاشمير وآخر حاجة ست سطور باللون الكافي طبعا برضو زي ما وضحت أنت بتتحكمي فيه تنصيق وترتيب الألوان بأي شكل أنت عاوزها كمان برضو رقبة البود ممكن تعمليها أطول من كده لو أنت عاوز الرقبة تبقى بتتطبق نصين خلاص خلصنا الجزء ده بتاع رقبة البود هنبدأ بقى نشتغل حوالي ستة أو تمام تسطور الغرزة العدلة عشان ده هيبقى الجزء اللي هو بداية وش القدم هكمل شغل برضو باللون الكافي وخلاص بقى كل شغلنا بعد كده هيبقى بالغرزة العدلة فهنا هسحب برضو دايما في بداية السطر بنسحب أول غرزة مش بنشتغل فيها وبنشتغل غرزة عدلة في كل الغرز الموجودة عندنا هنا بقى لما بنوصل للحلقة الأخيرة في نهاية السطر زي ما تعلمنا في دروس المبتدئين عشان نحافظ على تناسك الأطراف اللي نتفضل واخد شكل حرف الفي فهنا في الحلقة الأخيرة بنشتغل ممكن في الحلقة الخلفية أو ممكن إنه بنشتغلها غرزة مقلوبة فدايما الحلقة الأخيرة يا إما بنشتغل بس في الحلقة الخلفية أو ممكن إنه تبقى غرزة مقلوبة أنا كده خلاص خلصت السطر الأول من الغرزة العدلة حابدأ فيه السطر الثاني برضو بالزبط بنفس الخطوات اشتغلت هنا فيه الجزء ده 8 دستر من الغرزة العدلة بالنسبة للارتفاع بالسانتي ارتفاع الجزء ده 2 سانتي حابة برضو أقس لكم عرض الجزء ده زي ما طولكم ده بيشكل دوران القدم عرض الجزء ده 22 سانتي بس احنا لو مطينا الشغل أكتر شوفوا ممكن يوصل معنا تقريبا لـ 30 سانتي بالنسبة هنا للمقسات الرجالي او لو بتعملي مقسات أكبر اوش القدم عريض شوية فهتشتغل فيه الجزء ده 10 تستر وبنسبة للمقسات الأصغر هتشتغل فيه الجزء ده 6 تستر بس دلوقتي هنا عندي 46 غرزة عاوز أفصل هنا في السنتر 14 غرزة عشان ده هيشكل عندي عرض وش القدم والـ 14 غرزة دول هيبقوا كافين لأي مقاس للكبار بس برضو طبعا بالنسبة للمقسات الرجالي أولى وش القدم عريض شوية هتفصلي هنا 16 غرزة بالنسبة للمقسات الأصغر هتفصلي هنا في الجزء ده 12 غرزة بس فأنا هفصل هنا 14 من الـ 46 يعني مفروض هنا يبقى عندي 16 وهنا يبقى عندي 16 عشان أفصل الغرزة الموجودة هنا ووصل للغرزة الموجودة في السنتر فممكن أنا أفصلهم بأي طريقة ممكن أنا أفصلهم بإبرة تريكو تانية بأي مقاس موجود عندي ممكن أستخدم حتى عصيان الباربيكيو وإحنا أريد اشتغلنا بها بردو قبل كده ممكن أنه أستخدم طبعا البنز أو الهلد بابيز بتاعت الخاصة بالتريكو الخاصة بالحاجات دي عرض لكم صورتها على الشاشة بس طبعا لو أنا مش موجود عندي كل ده فأستخدم طريقة بداية خالص هي أن أنا هلضم أي خيط موجود عندي ممكن الخيط اللي أنا بشتغل به هلضموا في إبرة التنظيف أنا هنا بس بستخدم خيط سميك وبلون مختلف عشان يبقى أوضح في الشرح فحبدأ هنا أعد 16 غرزة كل اللي هعملوا إنه حنقل الغرز الموجودة هنا متخافوش خالص الشغل مش عبوز ولا أي حاجة اهدوا بس كده وإنتوا بتعملوا الخطوة دي وما تقلقوش فحفصل هنا أول غرزة دي كده الغرزة رقم واحد اتنين حنقل الغرز على الإبرة والفتلة الموجودة هنا وطبعا هعد طول ما أنا بانقل الغرز لحد ما وصل للغرزة رقم 16 دلوقتي أنا هنا فصلت 16 غرزة فحبدأ بقى إنه أعقد أطراف الخيط طبعا عشان الغرز ما تفلتش مني بس أنا كده اطمنت إنه فصلت ال 16 غرزة الموجودين هنا هنا بقى في عندي ال 14 غرزة الموجودين في الجزء ده ممكن بقى طبعا إنه أكمل بنفس اللون اللي أنا بشتغل به أو أبدأ أوصل خيط بلون جديد في الحالتين برضو هاقص الخيط الموجود هنا خلاص أنا مش محتاجاه وحبدأ إنه أشتغل على الغرز اللي أنا حددته هنا ليه السنتر اللي 14 غرزة وحوصل لون جديد حبدأ من أول هنا دي هتبقى الغرزة رقم واحد من اللي 14 غرزة اللي في السنتر خلاص الغرزة رقم واحد وحبدأ بقى أشتغل على بقية الغرز طبعا هنا برضو ممكن أعقد الأطراف أشتغل الغرزة رقم 2 وأكمل حد ما وصل للغرزة رقم 14 خلاص خلصت اللي 14 غرزة 2 4 6 8 10 12 14 خلاص بقى حسيب الجزء ده هجيب هنا كده الغرز في السنتر عشان برضو متفلتش مني وحبدأ هنا أكرر نفس الخطوات وأنقل ال 16 غرزة الموجودين هنا برضو بنفس الطريقة اللي عملناها هنا بالزبط كده شكل الشغل عندي حنسى بقى خالص الأجزاء اللي أنا فصلتها دي وحركز بس على الأسطر اللي هنا فيه السنتر اللي 14 غرزة وخلاص هعتبر إنه ده السطر الأول وحكمل عليه كمان 3 أسطر بحيث الإجمالي باللون الكشمير حيبقى 4 أسطر خلصت أربع أسطر باللون الكشمير ده هنا الوش الصحيح للشور وده هنا بيبقى منطقة الضهر حبدأ دلوقتي أوصل اللون الكافيو طبعا حسيب اللون الكشمير زي ما هو مش هقصه وحبدأ أوصل اللون الكافيو عاوز أوضح إنه طريقة وصل الخيط ممكن توصلي الخيط أو تغيري اللون بأي طريقة سهلة عليك مش هزي بنتي تعملي نفس الطريقة اللي بتشوفيها معيك طبعا برضو هشد هنا أطراف الخيط كويس ممكن تعقوديها لو أنت حابة بس هي كده كده هتسبت مع الشغل خلاص أنا كده نقلت على اللون الكافيو هكمل شغلي عادي وهشتغل السطر الأول وهكمل بعدي كمان 3 أسطر نشتغل فيه الجزء ده لحد ما يطول معنا ويوصل خلاص تقريبا لمنطقة الأظافر فالجزء ده هو اللي بيحدد لنا مقاس السليبر بالزبط لازم تفضلي تشتغلي فيه لحد ما خلاص يبقى فضلك آخر أربع سطور عشان يغطي منطقة الأظافر أنا هنا بنسبالي اشتغلت أربعين سطر طبعا بما فيهم أول سطر هنا باللون الكاشمير وآخر سطر هنا عندي السطر الرقم أربعين باللون الكافيو خلاص هنا فيه آخر أربع سطور حبدأ أشتغل تناقص طول الجزء ده من أول سطر بدأت بيه وصل لـ 12 سنتين آخر أربع سطور حشتغل فيهم تناقص عشان الجزء ده يبدأ ياخد معي دوران وش القدم فهيغير اللون هنا في بداية السطر أنا استحبت أول غرزة بنفس الخطوات اللي احنا بنشتغل بيها والغرزة التانية والتالتة اللي بعدها حشتغل فيهم تناقص فبمر من هنا من الغرزتين بأخد الغرزتين مع بعض وبكمل برضو بالغرزة العدلة فأنا هنا اشتغلت غرزة عدلة عادي خالص بسخط حلقتين مع بعض بعد كده بكمل في بقية الغرز بشتغل بنفس الخطوات العادية لحد ما يتفضل عندي في نهاية السطر آخر تلات حلقات بفضل عندي آخر تلات حلقات أو آخر تلات غرز فهنا في الحلقتين قبل الأخيرة برضو بشتغل تناقص بنفس الطريقة بشتغل حلقتين مع بعض وبنهي السطر بالطريقة العادية برضو إنه بشتغل غرزة مقلوبة أنا كده خلاص اشتغلت تناقص في أول سطر باللون الكشمير السطر اللي بعده حيبقى بدون أي تناقص دلوقتي هنا المفروض إنه عدد الحلقات وصل عندي لـ 12 فكده 2, 4, 6, 8, 10, 12 السطر اللي بعده حيبقى بدون أي تناقص تناقص حبدأ السطر التالت وحيبقى في تناقص بسحب أول غرزة والتناقص بيبقى في الغرزتين اللي بعدها برضو بنفس القطوة بشتغل غرزة عدلة بس بياخد حلقتين مع بعض بكمل في بقية الغرز لحد ما يتفضل عندي آخر 3 حلقات آخر 3 حلقات في الحلقتين قبل الأخيرة وبنهي السطر بغرزة مقلوبة كده أنا خلصت السطر التالت السطر الرابع والأخير هيبقى بدون أي تناقص عدد الغرزة هنا طبعا عندي 10, 2, 4, 6, 8, 10 ده شكل الشغل عندي بعد ما اشتغلت التناقص في آخر 4 سطور وطول الجزء ده وصل لـ 14 سنتين هقص الخيط الموجودة هنا قطوة اللي بعدها إنه هنبدأ بقى نجمع كل الغرز الموجودة هنا عشان نشكل سطر واحد مستقيم ونقدر نحن نشتغل عليه جوانب السليبر وبعديه النعل فحبدأ أجمع الـ 16 غرزة الموجودين هنا وبالنسبة للجزء ده أنا هنا عندي 44 سطر طبعا بما فيهم آخر 4 سطور للتناقص وقصات كل سطرين بنأسس غرزة واحدة بس فأنا هنا عندي 44 سطر فنص العدد 22 يعني مفروض إنه بأسس هنا في الجزء ده 22 غرزة قصات كل سطرين بنأسس غرزة واحدة بس وأنا طبعا في الجانب المقابل برضو حيبقى عندي 22 غرزة فحبدأ أول حاجة بتجميع الـ 16 غرزة الموجودين هنا فحبدأ أنقل بنفس الإبرة على الغرز الموجودة هنا وأبدأ أنقل الحلقات أو الـ 16 حلقات الموجودين هنا أبدأ أن أمر بالطريقة ذي كده طبعا برضو بعد الغرزة أتأكد إنه العدد عندي صحيح 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 فخلاص بقى أقدر إنه أشيل الخيط الموجود هنا ده شكل الشغل بعد ما نقلت الـ 16 غرزة الموجودين هنا وحبدأ بقى من هنا أوصل الخيط طبعا الخيط اللي هنا إحنا أصناه فحنبدأ بقى نوصل الخيط على حسب اللون اللي أنت عاوزاه دي هنا طبعا عندي الغرزة الأولى من الـ 16 وحكمل لحد ما وصل للغرزة الأخيرة فدي الغرزة رقم واحد وبعدها الغرزة رقم اتنين فأنا بشتغل عادي خالص في الـ 16 غرزة زي ما هم اشتغلت الـ 16 غرزة عادي خالص الموجودين في بداية السطر وعاوز أنقل بقى وأسس الـ 22 غرزة الموجودين هنا بس أنا في عندي الزاوية الموجودة هنا لو أنا نقلت على طول على الجانب ده هنا حيتشكل عندي فراغة فبرضو لازم حاول أن أنا في الجزء ده أأسس غرزتين بحيث أنه يبقى هنا عندي غرزتين وهنا حأسس 22 فإجمالي عدد الغرز في الجزء ده حيبقى 24 فلازم قبل ما أنقل على تأسيس الغرز هنا لازم برضو أملأ الفراغ الموجود هنا واشتغل غرستين أو أأسس غرستين حبدأ أول حاجة أبعد الغرز الموجودة هنا عشان أأمن الشغل بتاعي لأنه كل شغلي حيبقى على الجزء ده ومشيحتاج الإبرة دي دلوقتي فحبدأ أشتغل بالطريقة دي كده مسكة الخيط هتبقى زي الكراشي بالطريقة دي كده وحبدأ بقى أنه أأسس الغرز فحروح على الجزء الموجود هنا وابدأ ألقط الخيط دي كده الغرزة رقم واحد ومثلا هروح على الجزء الموجود هنا وحأسس الغرزة التانية بنلقط الخيط بالضبط زي ما بنشتغل في الكراشي دي كده الغرزة رقم واحد والغرزة رقم اتنين اللي هما في الزاوية الموجودة هنا عشان أحاول أقلل من الفراغ قبل ما أروح على الاتجاه تا دلوقتي هنا خلاص وصلت لأول سطر اللي هو باللون الكشمير أو هنا عندي الأربعة سطر اللي باللون الكشمير وزي ما وضحت أنه أصاد كل سطر بنشكل أو بنأسس غرزة واحدة بس يعني أصاد الأربعة سطور من كل لون هأسس غرزتين بس فممكن أن أنا أمر من هنا ممكن أمر من الحلقة الخلفية ممكن أمر من الحلقة الأمامية فأنا بفضل أنه أمر من الحلقة الأمامية برضو عشان أحاول أقلل الفراغات على قد ما أقدر فدي كده الغرزة رقم واحد وهنا هأسس الغرزة رقم اتنين فأنا كده خلاص أصاد الأربعة سطور أسست غرزتين هبدأ أنقل بقى على الأربعة سطور اللي بعدهم هنا يعني أحاول كده على قد ما أقدر أنه أوجد مكان بالإبرة دي كده الغرزة رقم ثلاثة وهنا الغرزة رقم أربعة أسست هنا أصاد اللون الكافي أسست غرزتين وصلت ليه اللون اللي بعده هنا الأربعة سطور اللي بعدهم هأسس الغرزة رقم خمسة والغرزة رقم ستة أحاول على قد ما أقدر أنه أوجد مكان بالإبرة خلاص أتأكدت أنه عندي أربعة وعشرين بعد الستاشر اللي في بداية السطر هبدأ بقى أكمل شغل وحنقل على العشر غرز الموجودين هنا ده أشتغل هنا في أول غرزة من العشرة طبعا مش هسحب الغرزة سلابستات والحاجة هبدأ على طول أنه أشتغل فيها غرزة عدلة دي طبعا تكملت السطر عندي فمش هينفعلنا نسحبها وهنا في أول غرزة في بداية السطر بمر هنا من الحلقة الخلفية بس عشان أصبت اتجاه الشغل أكتر وبرضه بأمن الشغل بتاعي لو في أي خيوت بشدها كويس وبكمل دي كده أول غرزة من العشرة بكمل في التسعة اللي فضلين في الغرزة الأخيرة دي تكملت السطر عندي فمش بشتغل فيها بقى مقلوبة ولا حاجة لأ برضه بشتغل فيها غرزة عدلة وبتبقى من الحلقة الأمامية عادي ودلوقتي بقى حبدأ أنه أأسس الاثنين وعشرين غرزة الموجودين في الاتجاه ده زي ما أسسنا هنا هنا بقى في الجزء ده ممكن أنه أستعين بإبرة الكراشي برضو عشان تسهل عليه أكتر فبمر من خلال الجزء الموجود هنا وببدأ أنه ألقط الخيط وأصحبه وانقله على الإبرة دي هنا أول غرزة للأربع سطور ودي الغرزة التانية أوكي وبعد كده بقى ممكن أكمل لو أنا سهل علي أنه أكمل بالإبرة وخلاص مش هحتاج إبرة الكراشي أو ممكن أنه برضو أكمل بإبرة الكراشي لو أنا حبه خلاص وصلت لي الغرزتين الموجودة المفروض إن أنا بأسسهم هنا ودي بداية الستاشر غرزة وأنا هنا خلاص وصلت للستاشر غرزة فهنا في الجزء ده مش حلقة الغرز بالإبرة دي لأ حبدأ بقى إنه أنقل على الإبرة التانية وحجيب بقى كل الغرز الموجودة هنا هجيبها كده على جنب عشان أأمن الجزء ده وحبدأ بقى إنه أفك الستاشر غرزة الموجودين هنا ونقلهم على الإبرة التانية كده خلاص أنا عديت الغرز عندي وتأكدت إنه عندي 16 غرزة وحبدأ بقى أشتغل عادي في الستاشر غرزة الموجودين هنا وصلت ليه نهاية السطر شايفين شكل الشغل فهنا بنهي السطر بغرزة مقلوبة دلوقتي ده كده شكل الشغل عندي طبعا الشغل شكله غريب جدا عشان الإبرة ستريت وعلى الإبر الدائري الشغل بيبقى شكله واضح أكتر وطبعا الجزء ده بيبقى مرتاح وياخد الدوران بتاعه بس هو طبعا شكله كده عشان إحنا مشتغل على إبرة ستريت بنسبة لعدد الغرز عندي فعدد الغرز هنا عندي 90 16 و16 وبعدين 24 و24 وهنا كان عندنا 10 فإجمالي عدد الغرز 90 غرزة أو 90 حلقة دلوقتي بقى حبدأ إنه أشتغل أسطر عادية بالغرزة العدلة على التسعين حلقة الموجودين هنا عشان أشكل الجوانب بتاعة السليبر فحبدأ بعادي أشتغل براحتي على الغرز الموجودة هنا وحنسى بقى خالص الجزء الموجود هنا وحبدأ أتعامل عادي على إنه هو سطر في 90 حلقة وحبدأ إن أنا أشتغل ده هنا السطر اللي احنا أسسناه ده يعتبر السطر الأول وحبدأ السطر الثاني ده كده شكل الشغل هندي وأنا هنا بالنسبة لجوانب السليبر اشتغلت 9 تسطر باللون الكشمير وفي نهاية السطر التاسع غيرت اللون البيج واشتغلت به السطر فكده إجمالي عدد الأسطر لجوانب السليبر إجمالي العدد 10 تسطر طبعا برضو بوضع تاني تغيير وتنسيق الألوان ده حاجة بترجع ليجنتي مش لازم تلتزمي بنفس تنسيق الألوان المهم إنه هنا في جوانب السليبر بنشتغل 10 تسطر وده حيبقى ثابت برضو معنا لأي مقاس معادة طبعا الأطفال قلي من 10 سنين ممكن تشتغلي 6 أو 8 تسطر بس الخطوة اللي بعدها بقى حنبدأ إنه نشتغل بس على العشر غرز الموجودين هنا عشان نشكل منطقة الناع فأنا هنا في عندي 90 غرزة حفظة لشتغل حد ما وصل للغرزة رقم 40 وبعدين حبدأ أشتغل على العشر غرز بس الموجودين هنا عوزة برضو أوضح إنه ده هنا الوش الصحيح للشغل زي ما إحنا شايفين كده الشغل ناعم ومتناسق وده منطقة الدهر الوقت بشتغل على الوش الصحيح وحبدأ أعد 40 غرزة لحد ما أوصل للعشر غرز الموجودين هنا في الجزء الإمامي من وش السليبر اشتغلت هنا 40 غرزة وأنا هنا تغيير اللون وضح عندي لأنه أنا غيرت اللون في نهاية السطر التاسع وأنا قصد عشان حابة الخط دايب أظاهر عندي لكن زي ما قلت لكم ده هنا الوش الصحيح للشغل وده هنا منطقة الدهر بعد ما خلاص وصلت ليه الغرزة رقم 40 مفروض إنه هنا عندي العشر غرز للجزء الإمامي اللي هو آخر تناقص وصلت عنده فحبدأ بقى أعد من أول هنا أول غرزة هشتغل فيها عادي خالص دي هتبقى الغرزة رقم واحد وصلت ليه الغرزة رقم 9 هبدأ بقى أشتغل تناقص في الغرزة رقم 10 و 11 فأنا بأخذ معي الغرزة الأخيرة مع غرزة كمان من الغرز الموجودين هنا في الجزء المقابل هشتغل فيهم تناقص بالغرزة المقلوبة فدايما لما بنبقى على الوش الصحيح للشول التناقص بيبقى بالغرزة المقلوبة فحبدأ هنا بعد الغرزة رقم 9 همر من خلال الغرزة رقم 10 و هاخد معي كمان غرزة بعدها بحيث الغرزتين بقى مفوق على الابرة وحلف الخيط واشتغل بالطريقة العادية خالص انا كده خلاص اشتغلت تناقص في الغرزة رقم 10 و 11 مش هشتغل هنا بقى لأ هتعامل برضو مع العشر غرزة الموجودين هنا على الاساس ان هما سطر لوحدهم هدير الشغل الناحية التانية فالشغل بقى عندي بالشكل ده كده وهنا ده عندي الخيط اللي انا بشتغل به حبدأ بقى اتعامل مع العشر غرز دول عساس ان هما سطر لوحدهم و هنستخالص الجوانب الموجودين هنا دول بس هحتاجهم في التناقص لكن انا هركز بس على العشر غرز الموجودين هنا كأنهم سطر لوحدهم زي ما هنشوف دلوقتي فحبدأ قعدل الخيط بتاعي حبدأ في السطر اللي بعد و هتعامل زي ما وضحت ان ده سطر لوحده فحبدأ امر من هنا بالابرة بالشكل ده كده واسحب الغرزة واسحب الخيط عشان اضايقها كإني ببدأ سطر عادي خالص و دي هتبقى الغرزة رقم واحد و هعد برضو لحد ما وصل للغرزة رقم تسعة فكده اتنين تلاتة دلوقتي اشتغلت الغرزة رقم تسعة حبدأ اشتغل تناقص في عشرة وحداشر و هيبقى بالغرزة العدلة لان انا على الظهر بتاع الشغل فدايما التناقص هيبقى في الغرزة الاخيرة و هناخد معنا غرزة كمان من الجهة المقابلة و لما نبقى على منطقة الظهر اللي تشغل هيبقى التناقص بالغرزة العدلة و لما يبقى على الوش الصحيح هيبقى بالغرزة المقلوبة فدي الغرزة رقم تسعة حبدأ نشتغل بقى تناقص في عشرة وحداشر الغرزة الاخيرة مع الغرزة اللي قبلها همر بالطريقة دي كده من الحلقة الخلفية الغرزتين بقم فوق على الابرة او الحلقتين فوق على الابرة من الحلقة الخلفية و هشتغل غرزة عدلة بالخطوات المعتادة انا كده خلاص خلصت التناقص هدير الشغل الناحية التانية و انا كده بقيت على الوش الصحيح ليه الشغل فده معناه انه لما اوصل للتناقص هيبقى بالغرزة المقلوبة هسحب هنا اول غرزة كاني ببدأ سطر جديد هنقلها على الابرة التانية الابرة اليمين و دي كده الغرزة رقم واحد هعد لحد ما اوصل للغرزة رقم تسعة ليه الغرزة رقم تسعة و دي الغرزة رقم عشرة و دي الغرزة اللي قبلها شايفين بدأ الفرق يظهر ما بين الغرزة الاخيرة واللي قبلها شايفين المسافة عشان انا بضاير الشغل في كل مرة هنا على الوش الصحيح ليه الشغل فالتناقص هيبقى بالغرزة المقلوبة فاخد معي الغرزة دي واخد معي كمان الغرزة اللي قبلها و هشتغل بيرل ستتش خلاص خلصت التناقص على طول بدير الشغل الناحية التانية و ببدأ اتعامل على اساس ان هو سطر جديد بسحب هنا الغرزة الاولانية و دي الغرزة رقم واحد و بعد الحد ماوصل للغرزة رقم تسعة ظهر الشغل فهشتغل تناقص بالغرزة العيدلة بمر من هنا من الحلقة الخلفية للغرزة دي و باخد معي كمان الغرزة اللي قبلها و بشتغل ناتي ستتش بعدين بدير الشغل الناحية التانية وبفضل اكرر نفس الخطوات نفضل نكرر نفس الخطوات لحد ما عدد الحلقات او الغرز على الابرتين يبقى نص العدد الموجود هنا فانا هنا اساسي او ثابت عندي عشر حلقات وهنا على الابرة اليمين في خمس حلقات بس وهنا برضو على الابرة الشمال في خمس حلقات و زي ما احنا شايفين الناعل خلاص بتشكل معايا طول ما انا بشتغل لما بنوصل للعدد ده بنبدأ انه برضو نكرر نفس الخطوات انا هنا هبدأ برضو سطر جديد و هكرر نفس الخطوات و هعد الغرز لحد ما وصل للغرزة رقم 8 دلوقتي انا هنا اشتغلت 8 غرز فاضل عندي الغرزة رقم 9 و 10 و هبدأ بعد الوقتي اشتغل تناقص بتلات حلقات اخد معايا الغرزة رقم 9 و 10 و حلق كمان من الموجودين هنا و برضو انا هنا على الوش الصحيح للشغل فهشتغل تناقص بغرزة مقلوبة الحلقة رقم 9 و 10 و كمان الحلقة اللي قبلوه كده بقى عندي 3 حلقات فوق على الابرة حلف الخيط و هكمل بقية الغرزة و دير الشغل الناحية التانية وكرر نفس الخطوات دي هنا عندي الغرزة رقم 7 اهم حاجة انه يتفضل عندي اخر حلقتين على الابرة فدي الغرزة رقم 7 و دي رقم 8 و 9 فانا بفضل اشتغل حد ما يتفضل عندي اخر حلقتين هنا في السطر عشان اشتغل تناقص مع الحلقة الموجودة هنا ويبقى عندي 3 حلقات انا هنا على ظهر الشغل فهشتغل تناقص بالغرزة العدلة في الحلقة الخلفية و هاخد معي اخر حلقتين هنا في نهاية السطر و هاخد معي كمان حلقة الموجودة هنا و هشتغل تناقص بالغرزة العدلة اضير الشغل الناحية التانية و اكرر برضو نفس الخطوات بفضل اشتغل السطر عادي لحد ما يتفضل عندي اخر حلقتين في نهاية السطر بعدين بشتغل تناقص باخد معي الحلقة اللي قبلهم وبشتغل تناقص في الثلاث حلقات وبعدين ابدأ في السطر اللي بعد و اكرر بشتغل بنفس الطريقة و خلاص هنا فضل عندي اخر اربع حلقات هنا تلاتة وهنا حلقة واحدة فعشان خلاص اقرب انه انهي الشغل برضو بضير الشغل الناحية التانية برضو هنا بسحب الحلقة الموجودة هنا وبشتغل تناقص في اخر حلقتين عندي خلاص فضل عندي اخر تلاتة حلقات على الابرة فحشتغل فيهم كلهم تناقص و انا هنا على الوش الصحيح فالتناقص هيبقى بالغرزة المقلوبة بعدها بقى حابدى انه انهي الشغل حسيب مسافة كافية من الخيط يعني مسلا ممكن حوالي يعني تلاتين او اربعين سنتي و حابدى ارتفع بالابرة كده الفوق و اعمل كده عقدة و طبعا بننظف كل الخيوط الزيادة داخل الشغل انا هنا بس سبت حاجات بسيطة و حنبدأ بقى نخيط الجوانب الموجودين هنا و طبعا بتخيطي الجوانب باي طريقة سهلة عليكي ممكن تخيطيها عادي بطريقة الخياطة العادية و انا هنا برضو هتلاحظوا انه الغرز عندي شكلها مش حالو لانه انا خيطت الاجزاء دي قبل كده ورجعت فكتها تاني لانه كان في مشكلة في التصوير اضطريت ان انا افك واعيد التصوير تاني فعشان جدا هتلاحو الغرز شكلها مش حالو المهم انه بنعقد طرف الخيط اللي احنا سبناه ده في ابرة التنظيف ببدأ اضم الاجزاء دي كده على بعضها بحيث انه الشغل كله يبقى متناسق والالوان على قد ما قدر تبقى متناسقة وقصت بعدها زي ما اضحت ممكن تخيطي باي شكل انتي عاوزين بس برضو في طريقة تانية في التريكو هي انه بنخيط من العقدة بتاعة الغرزة العادلة الموجودة هنا فان هنا في عندي على طرف الشغل مش بخيط من حرف الفي نفسه لا بروح على العقدة بتاعة الغرزة العادلة الموجودة قبلها على طول وبمر بالابرة واسحب الخيط وبعدين بروح هنا على الجهة المقابلة وبرضو بروح على الغرزة العادلة العقدة الموجودة هنا على طرف الشغل وبمر من خلالها بحيث ان انا اضم الاجزاء دي على بعض بالشكل ده كده وبفضل اكرر بقى بروح على هنا في عندي السطر اللي بعد وبحاول كده على قد بقدر انه اركز على اطراف الشغل وامر من خلال الغرزة العادلة او العقدة البامب الليه الغرزة وهنا برضو في الجهة المقابلة بمر وبسحب الخيط ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ان شاء الله الفيديو يعجبكم وتستفيدوا منه بشكركم جدا جدا للمتابعة اشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة